تقرير ثامن للجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التقرير الذي تم إطلاقه أمس سن السابت يغطي من بداية أغسطس من العام الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي وبحسب التقرير فقد تمكنت اللجنة الوطنية خلال عام كامل من استكمال التحقيق فيه ألفين وتسعمائة وأربعين واقعة انتهاك توزعت على ثلاثين نوعا وبلغ إجمالي الضحايا فيها أكثر من ستة آلاف ومائة وستين ضحية واستمعت لأكثر من أربعة عشر ألف وتسعمائة شاهد ومبلغ وضحية واطلعت على أكثر من أربعة عشر ألف وثيقة ضمن الانتهاكات التي رصدها التقرير مقتل سبعمائة واثني عشر وإصابة تسعمائة وخمسة وثلاثين من المدنيين وقعت المسؤولية على ميليشيا الحوثي في ثلاثمائة وست وعشرين حالة قتل وسبعمائة وخمسة وثلاثين حالة إصابة منها فيما وقعت المسؤولية على طيران التحالف وقوات تابعة للحكومة في ثلاثمائة وإحدى وعشرين حالة قتل ومائة وثمان وأربعين إصابة أما من سماهم التقرير أطراف أخرى فوقعت عليهم مسؤولية مقتل خمسة وستين مدنيا وإصابة اثنين وخمسين آخرين أرقام تبدو أكثر مأساوية مع الإشارة لكون حصيلة القتل تضمنت مائة واثنين وعشرين طفلا وست وستين امرأة فيما شملت أعداد الجرحة مائتين وسبعة واربعين طفلا ومائة وثلاث عشرة امرأة زراعة الألغام الفردية انتهاك آخر وثقت تقرير خلال الفترة التي يغطيها خمس وثمانين واقع نتج عنها ثلاثة وخمسين قتيلا بينهم خمس نساء واثنى عشر طفلا فيما سقط ثلاثة وثمانون جريحا بينهم اثنان وعشرون من الأطفال وجميع الحالات تقع المسؤولية فيها على ميليشيا الحوثي حالات تجنيد الأطفال التي قامت اللجنة بالتحقيق فيها بلغت مائة وستة وعشرين حالة انتهاك انفردت بها وفقا للتقرير جماعة الحوثي التهجير القسري انتهاك رصد التقرير من حالاته خلال الفترة التي يغطيها مائتين وإحدى وسبعين واقع منها مائة وتسع وقائع تقع المسؤولية فيها على ميليشيا الحوثي فيما وقعت المسؤولية على قوات الحزام الأمني عن مائة واثنتين وخمسين واقع يرصد التقرير أيضا الإضرار بالأعيان الثقافية والتاريخية والاعتداء على المرافق والطواقم الطبية وحصر المدنيين وتجويعهم والقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وتفجير المنازل وضحايا الدرونز وفيها جميعا تحضر أرقام مؤلمة فخلف كل رقم تكمن حياة إنسان وما تكشفه الأرقام بمجموعها ليس سوى جزء بسيط من مأساة شعب تكاثرت عليه السهام وطال انتظاره لعودة الدولة كي يعيش حياة الإنسان وتلك أبسط حقوقه الإنسانية